بسم الله الرحمن الرحيم كما عودناكم في كل فترة نعمل فيديو سريع عن موضوع التطبيقات على هواتف هواوي في هذا الفيديو سنصلت الضوء على أحدث الطرق لتنزل التطبيقات على أجهزة هواوي سواء بواجهة AMUI أو بنظام Harmony OS ببساطة الآن صار عندنا الهلاث طرق لتحميل التطبيقات على أجهزة هواوي الأولى هي الطريقة المعتادة عبر متجر هواوي App Gallery والطريقة الثانية عبر محرك بحث Bitel Search والطريقة الأحدث هي عبر تطبيق G-Space والآن بشرحكم كيف يتم هذا الشيء نبدأ أولا بالأحدث وهي أداة أو تطبيق G-Space والذي يسمح لك تحمل كل التطبيقات من خلال متجر بلاي كل ما عليك تسويه هو أنك تحط حسابك وتسجل دخول بعدها تستطيع تحمل أي تطبيق تحتاجه من خلال هذه الأداة مثل ما تلاحظون الآن تطبيقات اليوتيوب شغالة 100% أيضا أنا مسجل دخول نفس الشي الخرائط وهذه تقريبا أهم تطبيقين يحتاجها الجميع بنفس الوقت مثل ما تشوفون تقدر تنزل أي تطبيق سواء تويتر أو واتساب أو انستجرام أو فيسبوك وكلها تعمل بشكل طبيعي الآن ننتقل للخيار الآخر وهو أداة تحميل بتالسيرش والذي يتوفر لك التطبيقات من خلال محرك بحث بتالسيرش نفسه كل ما عليك تسويه هو وضع اسم التطبيق في خانة البحث بعد ذلك سيطهر لك خيار التحميل لتحمل التطبيق للعلم هذه الأداة لو صدر تحديث للتطبيق سيجيك تنبيه أنه فيه تحديث فتروح أنت أيضا تحمل التحديث بنفس الطريقة الخيار الأخير وهو الخيار الأكثر قوة والأكثر انتشارا طبعا وهو متجر هواوي أب غالري كونه صار ثالث أكبر منصة عالمية لتحميل التطبيقات وصار مصدر مهم لتحميل التطبيقات في كثير من الدول عندنا في السعودية المتجر قاعد يتحسن كل فترة والآن صار يملك تقريبا كل التطبيقات الحكومية المحلية في السعودية مثل ابشر وتوكلنا وصحتي ومدرستي وغيرها وموجود أيضا تطبيقات البنوك المتنوعة وخدمات مثل مدى باي وستي سي باي ونعناع وهنجر ستيشن ومورني بالإضافة الحزمة لا بأس بها من التطبيقات العالمية مثل سناب شات وتيك توك وتليجرام وإيمو وغيرها الآن مثل ما شفتوا كل الطرق علىها سهلة بسيطة لا تحتاج أي مجهود كبير فإذا كنت تملك جهاز هواوي أو مقبل على شراء جهاز من هواوي ما صار فيه أي داعي للقلق من ناحية تواجد التطبيقات المفضلة لك كون تجربة الوصول للتطبيقات صارت سهلة وأيضا أصبحت أكثر نطجا بالنهاية كل شخص لها الحق في اختيار اللي يناسبه ويناسب احتياجاته أتمنى أكون وفقت في هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة وبالتوفيق للجميع